جدد الاتحاد الأوروبي في بيان له استعداده لدعم الجهود المبدولة لاستئناف المفاوضات حول جميع قضايا الوضع النهائي لتحقيق سلام عادل ودائم ودعم الجهود المبدولة للمساعدة في استئناف المفاوضات الموثوقة كما وأكد التزامه بموقفه الموحد تجاه تحقيق حل الدولتين وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته لسياسة الاستيطان الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي والإجراءات المتخذة ومنها عمليات الهدم والمصادرة بما في ذلك ما هو ضد المنشآت الإنسانية والمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي وعمليات الإخلاء والنقل القصري ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لوقف التوسع الاستيطاني المستمر وعمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك في القدس الشرقية مشيرا إلى أن الأمر يهدد بشكل خطير حل الدولتين